السلام عليكم اهلا بكم في وصفة وفكرة تعالوا هنعمل مع بعض الكفتة بطريقة حلوة جدا هنضعف الكمية وبطريقة صحية ومكوم بسيط قوي وما تقلقش من اي حاجة او ان هي تفك منك لو انت قال انا ان الكفتة لما بتزوديها حاجة بتفك منك وما بتبقاش احسن حاجة هقولك على الحل وكمان مش هتحس بفرق خالص ان انت مزودك الكفتة دي اي حاجة هتحس ان انت بتاكلي لحمة صافيرة قد ايه هي متمسكة قبعة تلاقي وتقولي دي هتفك دي هتكون طرية قدم هي طرية بتتقطم قطمة وبتتقطع وقد ايه جميلة من جوة ومفرغة وهقولك زي ما متعودين في القناة على البدايل وانت ليك الاختيار يلا بينا نسمي الله ونشوفه ازاي هنحاول نص كيلو كفتة الى اضعاف الاضعاف بس لو اول مرة تشوفيني انا بس مودي قناتي بتمنى تنوريني باشتراكك في القناة واهم حاجة تحبتلي لايك تدعميني بي وبتمنى ان انت تكملي الفيديو للاخر يلا بينا نسمي الله ونشوف الوصفة بتاعتنا معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة طبعا تقدري تقليليك كمية لربع كيلو او تكتري عن نص كيلو برحتك ده نص كيلو اللحمة المفرومة دي ملبسة شوية او فيها نسبة ده هشتغل معاكم بطريقة ان هي ما تكونش تزوديها اي حاجة لو انت حب ان انت تخليها كده زي ما هي لحمة صوفي وكمان هشتغل معاكم على اني هنزودوها يعني عندك طريقتين وانتي لك اللي اختيوة اول حاجة هبتدي حدرها عندي اربع بصلات صغيرين يعني مش صغيرين قوي تقدري انت تديفي اتنين ما تلاقيش ان البصل يخليها تفوق ما فيش الكلام ده خالص وعندي فلفل رومي وارلين فلفل حامي وهقولك كمان على المكون ان مش هيخليها تفوق معاك خالص دربته في الكبة مفرومة ناعم متحاوليش ان انت تخليها قطع او خشنة وجبت الطبق بتاعي هضيف عليه كمية البصل مع الفلفل اللي انا دربتها في الكبة وكمان هبتدي بقى حط اربع معالق كده او تلات معالق من البقصمات المطحون ده بيخليها لك قد ايه هي متمسكة وما بتفوقش منك خالص تقدري تستبدليه بدقيق بس البقصمات المطحون افضل حطيت معلقتين صغيرين من البابريكا ومعلقة صغيرة من التوم البودرة ومعلقة صغيرة من البصل البودرة وعايز اقولك ان الملح ده على حسب الحاجة اللي انت بتحبيها انا حطيت زي معلقة ونص كده او معلقة وربع صغيرين خالص وحطيت نص معلقة صغيرة من الفلفل الاصمر وكمان هضيف نص معلقة من السبع بهارات وكمان يا سلام بقى لو ضيفتي نص معلقة من القرفة بتخليها في حتة تانية واخر مكون معايا هنضفوه قبل ما نضيفو الخضرة اللي الناس بتستبعدها خالص في الكفتة انما هي بتديها طعم خطير ضفت معلقة كبيرة من البيكينبودر بيخليها لك قد ايه هي هشة من جوة ومفرغة وبتضاعف كمان الكمية وبتكبر معيك كده بتبقى زي الفل وضفت طبعا البقدونس تقدري تعملي انا كتبتلكو التوابل على الشاشة وكمان هكتبها لكم في صندوق الوصفة آآ تقدري تستعمليها كده طبعا البقدونس انا خدت اللي هو الورق بتاعه وشلت السكون خالص استبعدتها تقدري تشتغلي على الكفتة بالطريقة دي لو انت مش حابة اي اضافات انا بقى هحاول اضيف المكون بتاعي اللي هزود لي الكمية مش هتحس بأثر خالص عندي آآ زي نص كيلو من البطاطس كده او جبت تلت بطاطسات كبار سلقتهم طبعا غسلتهم وقطعتهم وسلقتهم هم سخنين ابتدي آآ رسيهم نعاميهم خالص وضفتهم على كل المكونات اللي انا حطتها على اللحمة وهبتدي عندك عجين عندك آآ تقدري تعجيني بايدك كأنك بتعجيني عجينة كده هبتدي اخلط طبعا انا كبرت الطبق بتاعي هبتدي اخلط كل المكونات ولو في حاجة وانت شغالة تحت ايدك آآ مش مهروسة كويس من البطاطس ابتدي آآ ادمجيها المهم ان انا عايزة آآ هنا بس هتضيف آآ معلقة من الصلصة او معلقتين يعني زي الكيس اللي هو الكيس الجاهز ده علشان تديني يعني احمرار كده للحمة وما تحسيش ان البطاطس قدت لون تاني تقدر يزاودي في البابريكة بدل الصلصة برضو برحتك انا بقولك على الافكار والاختيار وانت برحتك آآ ابتديت ان انا ادمجها وعجنها كده في بعض الغاية لما زي ما انت شايفة كلها بقت سوى واحد اللي هي انت ما تقدرش تفرق بين البطاطس وبين اللحمة عايز اقول لكم التواب الخطيرة ورحتها اللحمة عاملة ريحة جميلة جدا انا بصراحة مشتغلتش فيها على طول انا ركنتها شوية كده في التلاجة علشان تاخد وتشرب من التدبيلة وبعد كده جبت الصينية بتاعتي اللي هشتغل فيها دي كتعة من الزبدة ابتديتها دهن الصينية بتاعتي كلها وهشتغل فيها تقدري انت تعمليها على آآ الفرن كده على طول على الصج تقدري تعمليها على شواية فاحنا نشتغل على الفرن وكمان الصينية دي تقدري ان انت تحطيها آآ على البطجاز من فوق قطعت شرايح تموتم وشرايح بصل هتديني تطعيمة حلوة وهتنزل السوس بتاعها كده مع الكفتة وجمان في ناس بتقطع شرايح بطاطس وبدي فيها برضو تحت الكفتة بتعتبرها وجبة كده كاملة متكاملة برضو آآ الكفتة والسواية اللي بتنزل منها بتدي تطعيم اي غضور انت حطوه هبتدي بقى اصبع الكفتة بتاعتي بعد محضرت كده الصينية هنا بقى جبت عصيتين من اللي هم عصيان الشيشة وجدة تقدري تحطي تلاتة او اربعة او اكتر تقدري ما عندكيش خالص تجيبي آآ اي حاجة او اي عصوية كده آآ بتاعت فرشة اكل او اي كان يعني المهم ان هي تخليلك فيه فراغ من جوة للكفتة بتاعتك ابتديت ان انا قابل لي ايدي في مسحك كده من الزيت علشان ما تلزقش معايا وتكون سهلا وانا شغالة فيها وبتدي شكلها وزي محاضراتكم شايفين قد اي صبع الكفتة متماسك ما نزلش من العصايا او السيخ اللي معاكي فبتكون آآ متماسكة جدا لو انت حاس ان هي سيلة وبتقع من السير بتاعك تقدري تدي في معلقة تاني من البقسمات المطهومة بعد كده هتسحبيها بسهولة جدا وكمان آآ ما لزقش اي حاجة لان يعني احنا زي ما انت شايفة احنا بنمسح ايدينا بمسحة من الزيت هبتدي اشتغل معاك وكده في كم واحدة ونخلص كمية الصينية بتاعتنا وعايز اقولك بس على طواب اللي احنا دفنوها تقدري يعني ما ترتبطيش باللي انا حطوه بالزبط تقدري انت يتقللي حاجة تقدري تزودي حاجة عشان لو في حاجة مش متوفرة عندك ما توقفيش الوصفة عليها وكمان تقدري تستغني عن كل التوابل دي وتحطي كيس من توابل الكفتة الجهزة برضو بتكون حلوة جدا وبتكون فيها تدبيلات برضو بتوابل كويسة جدا هبتدي اشتغل كده معاكو في كم واحدة وخلص هخلص كل الكمية اللي معايا وهشغلها على الفرن على الرف الاوسط وهخليها على نار متوسطة وقدري ان انت يتغطي الوش بتاعها باللي هو الورق الالمونيا ده بس هي مكادش محتاجة كمان لو انت هتشتغلي على البتو جاز من فوق اعايز اتغطيها بصنية بورق الالمونيا برحتك بصوا بسم الله ما شاء الله عملت معايا كمية كويسة جدا لو نص كيلو اللحمة بس صوفي مكادش اديتني الكمية دي قد ايه متمسكة وجميلة جدا خلاص كده دخلتها الفرن مش محتاجة طبعا هي تشتغل عليها شوية ولا اي حاجة هي حطت كده زي نص ساعة او يعني اقل كمان من نص ساعة واستاوت وديتني بس عايز اقول لكم ان كانت رحتها خطيرة خطيرة خلاص كده استاوت وبقت زي الفل هوريكم زي ما شفنا في المقدمة في الاول الفيديو قد ايه هي متمسكة قد ايه هي آآ طرية ومفرغة من جوة على قد ما هي طرية بس مفيش حتة ان هي بتفرفت منك ان هي مشاقة ان هي بتفك والله وجربوها وعلى ضمنتي وكمان يعني دي للامانة وللمصدقية انا محسيتش بأثر بطاطس خالص ولا حسيت ان فيه طعم اصلا للبطاطس قد ايه التوابل مندمجة كده مع اللحمة ومدياني موحدة طعم كده ومخليها الطعم كل واحد مدياني قد ايه طعم جميل طبعا احنا لو انت حابة ان انت مدي فيش حاجة براحتك لو انت حابة ان انت تزودي زي من عملت كده البطاطس برضو براحتك احنا طبعا زي ما انتم شايفين غلاء الاسعار اللي داير علينا كلنا فبنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعمله اي حاجة اقتصادية توفر معانا شوية فربنا يعينكوا جميعا ويعينكوا يا رب على متاعب الحياة وعلى الدنيا الصعبة بتمنى الفيديو يكون خفيف عليكم بتمنى الوصفات يكون سهلة من نسبة لكم خلاص كده هقدمها معاكم في طبق التقديم تقدر يتقدميها مع مكارونا مع رز جنب الاكل براحتك دي حاجة ترجع لك انت بتمنى الوصفة تكون سهلة من نسبة لكم ولو استفدتي من الفيديو ياريت تعملي شير الوصفة وفكرة علشان الكل يستفاد. ولو مش مشتركة في القناة بتمنى تنوريني باشتراكك فيها. مستنية علاقاتكم الجميلة وانا بارد على كل التعليقات. بتمنى ان انتم تكتروح علي ايه اللي حابين ان انا اقدموا معاكم الفترة اللي جاي. وما تنسيش لايك وشير للوصفة ومع السلام.